بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء السادس من المحور السابع والذي بعنوان representation of feet طريقة كتابة الفيت الفيت ماهو رقم؟ الفيت يعبر عن tolerance تزامح منطقة تسامح في المقاسات أو في الأبعاد التي يتم إنجازها عن طريق التصنيع وقطع المعادل بين قطعتين رح يتم تجميحهم وغالبا ما نحصل هذا الوضع في تجميع الشافت مع الهول زي ما عشرنا في آخر الفيديو السابق أنه يتم كتابة الفيت بهذا الرمز أول شي بنحصل الرقم هذا يسمى basic size أو nominal size يعني مثلا قطر 45 ثم معنا إيش؟ uppercase letter سواءا ال-E أو ال-H أو ال-J 8 هذه تخص الهول وفي هنا lowercase مع رقم هذه تخص ال-Shaft أوكي؟ هذه تخص ال-Shaft كل حرف له دلالة مع رقم أيضا له دلالة سواء في ال-Uppercase أو في ال-Lowercase سنتعرض لهذا في هذا الفيديو لاحقا في البداية خلي نشرح ما يسمى بـ number of grade وهو كثير الاستعمال في التصنيع number of grade يرمز إلى يرمز إلى ال-Interval of Tolerance أو Tolerance Zone IT ثم ترقيم IT01 IT01 IT1 IT16 يختلف وكل واحدة من هذه ال-IT تعطينا Tolerance معين مجال للتسامح معين ومحدد فمثلا هنا معنا أنواع ال-IT لو نمر عليها سريعا على بعضها يعني في ال-IT01 هنا دعونا نحدد اللون ال-IT01 هنا IT0 IT5 IT6 وكل واحدة منهم تعطينا تشير أو تستعمل في نتحصل عليها من خلال نوع من أنواع المشينين هنا مثلا IT7 نتحصل عليها من خلال ال-Precision Turning ال-Broaching وال-Hunting الأكثر استعمالا حقيقة هما IT11 التي نتحصل عليها من خلال Drilling والRough Turning ال-IT9 نتحصل عليها من Boring أو Hole Making أيضا IT10 نتحصل عليها من خلال من خلال Milling و Slutting وال Planning Rolling and Extrusion هنا أيضا IT8 من خلال Turning والBoring والRimming هذه حقيقة الأغلب استعمالا من 8 إلى 11 بالنسبة للمشينينج ومع بالنسبة للمتال فورمينج بيعطينا IT12 إلى 14 Die Casting وStamping طبعا IT15 Sand Casting هنا بتكون يعني Very Very Coarse كبيرة جدا Tolerance فمجال التسامح يكون كبير جدا مع Sand Casting وهذا الدليل على أنه ليس بالPrecision العالي يعني طبعا هذا لا بد من الإشارة إليه لكن هذا ليس هذا الأهم في هذا الكورس وتحديدا في طريقة كتابة وتحديد أنواع الفيت فنعود إلى هنا لتحديد أنواع الفيت بس خلي نشوف على هذا الجدول بداية أنه أنواع التوليرانس ومجالات التسامح بالنسبة لأنواع Tolerance Grade مثلا لو أخذنا IT طبعا هنا Tolerance Grade لو أخذنا مثلا IT 01 مع القطر 50 مع القطر طبعا هنا معنا مع كل الدياميتر معنا Over 3 مثلا 2 and include 6 INC يعني include هنا included 50 يعني Over 50 هنا 50 is not included فنأخذ قطر 50 هنا بالنسبة ل IT 01 بتكون مجال التمسامح 0.6 microns فهذه طيقة جدا وصغيرة جدا ومكلفة جدا على نفس على نفس القطر لو استعملنا process أو machining بيعطينا IT 11 أو 10 for example IT 10 IT 10 كم عليها Tolerance 110 10 11 عليها 160 microns فالفرق شاسع هنا يعني بين 0.6 وال110 أو 160 الفرق شاسع جدا وحتى التكلفة كبير وكبير جدا فكلما ارتفعت IT grade من 01 إلى 16 نلاحظ ماذا نلاحظ أنه التوليرانس بترتفع التوليرانس بترتفع وتكلفة IT الصغار كلهم من 01 إلى لو نلاحظ هنا بتروح معنا إلى 25 microns مثلا بالنسبة IT7 أو IT6 نروح 16 microns فهذه كلها precision عالي تحتاج some microns أو جزء من المايكرون نصف microns هنا على 01 بالمقارنة مع ماذا مع H فالمجال بيكون أوسع طبعا المهم هنا هو طريقة كتابة الفيت وطريقة استعمال هذه الحروف اللي شفناها بالأول على الرسمة نفسها هنا معنا هذا الجدول يعطينا range in a given tolerance grade مع tolerance of hole على هذا النص من الجدول ومن هنا معنا tolerances of shafts لو أخذنا مثال بالفت representation اللي شفناها في أول هذا الفيديو لو اخترنا nominal size أو basic diameter 30 30 7 g 6 for example رح نشتغل على هذا الفت كيف رح نشتغل عليه رح نشتغل عليه بهذه الطريقة قلنا أنه 30 هو basic size أو ما يسمى nominal diameter meter هذا القطر قطر 30 OK الثلاثين رح نحصل في nominal sizes هنا أو basic sizes لازم نشوف هنا كلها معنا from 1 up to 3 upper 3 up to 6 upper 50 up to 80 لو نشوف النوت تحت هنا up to means excluding upper means excluding فلابد نختارها up to 30 هنا معنا up to 30 يعني 30 included وليس upper 30 فالقراءة رح تكون على هذا line up to 30 رح القراءة تكون على هذا line تمام طيب ركز معايا لو حددنا ال لو حددنا هلا ال ال H هذي H7 H7 Uppercase زي ما حكينا انه تخص ايش تخص ال hole H7 هي معنا هنا فالتحديد رح يكون بالقراءة مع هذا القراءة ال اوكي اذا التقاطع هنا رح يكون معنا يعطينا ال H7 على قطر 30 الطولرانس plus 21 microns minus zero طبعا في ملاحظة هنا انه بالنسبة لل H capital على ال hole دائما وابدا ال lower deviation تكون zero وهنا يعني ايش لو اخترنا ال H هذا يعني whole basis system لو اخذنا ال H مدامة صفر لو اخذنا ال H على ال hole فيكون whole basis system اخذنا ال H هذا هو ال H و لو اخذنا ال H على الشافت فيكون shaft basis system طيب خلينا اختار نحدد هلأ الشافت طيب الشافت خلينا اطيه color مثلا ال 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 الشافت معنا G6 هذا الشافت اوكي G6 هذا ال G6 اذا القراءة رح تكون مع هذا العمود القراءة مع هذا العمود التقاطع مع الرقم 30 على nominal size رح يطينا يش رح يطينا القراءة هنا وال IT تبع G6 تكون minus 7 minus 20 فعلى طول الهول هذا رح يطلع معنا قطر 30 plus 21 minus 0 وهنا وهنا الشافت رح يطلع 30 minus 7 minus 20 microns اوكي طبعا للكتابة الصحيحة لازم تكون بالمليمترز بالمليمترز فالاصح انه نكتب 0.021 مليمترز 0.00 هنا ايضا الافضل كتابة 0.007 وهنا 0.020 بالمليمترز فهنا حددنا طوليرانس هنا 30 عفوا هنا حددنا طوليرانس تبع الهول وهنا حددنا طوليرانس تبع الشافت من الملاحظ هنا انه الميليموم سايز الميليموم عفوا المكسيموم سايز على الشافت تمام اللي هي ماينس 7 مايكرو اقل واصغر من ماذا اصغر من المكسيموم سايز على الهول فلو رسمنا المكسيموم سايز تبع الشافت هذا المكسيموم اقل من الميليموم سايز تبع الهول هذا الهول وهذا الميليموم سايز فهذا بتكون ايش هذا على طول تكون كليرانس فيت تكون كليرانس فيت في هذا الميليموم فيهذا الميليموم 530 H7 G7 لو نرجع الى شريحة البداية دايما قلنا انه symbol او representation of feet فيها جزء تبع basic size وفيها جزء تبع الهول اللي هو uppercase مع الرقم وفيها جزء lowercase مع الرقم اللي هو يرمز للشافت على هذا الجراف معنا distribution جديد لأنواع الفيت وأنواع الشافت والهول طبعا هنا معنا الزيرو لين طبعا إيش تبع الهول الزيرو لين يتطابق تماما مع ال uppercase H وهو تبع الهول لأنه كل اللتر تقريبا المستعملة هنا uppercase وهنا معنا الزيرو لين تبع الشابت والزيرو لين تتطابق مع ال upper deviation ل H lower case في الشابت هذا بيعطينا إيش توزيع ال IT interval of tolerances in microns على الشافت والهول باعتبار 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 الزيرو لين تبع الهول والزيرو لين تبع الشافت هنا الشافت enveloping services وهنا الهول enveloped enveloped services طبعا خلينا ناخد مثال تطبيقي حتى يتوضح مدين الصورة رح ناخذ هذا المثال to do the representation fit and to analyze representation fit معنا هنا هذا الشاخ من هذه القطعة رح يركب على هذا الحول ok fit representation هكال آتي هو قطر 30 mm H7 P lowercase 6 تمام فلو رجعنا للجدول الأول بنحصل إنه H7 ماذا تعني H7 تعني plus 21 microns minus 0 microns ok ولو رجعنا إلى الجدول أيضا هنا الجدول في هذا الجدول up to 30 في هذا اللي و P 6 حياتينا H plus 35 microns plus 22 microns و H7 زي ما شخنا بالأول up to 30 H7 plus 21 microns minus 0 2 فعلى هذا المثال P6 يعني إيش plus 22 microns 35 microns plus 22 microns هنا طوليرانس زون تطلع معنا هنا اللتر H على الهول هنا طوليرانس زون اللي تطلع معنا لو رسمناها بالIT زون المختصر هذا الشافت زون يكون القطر ما بين 30.020 ملي متر والماكسيمم دفعيشن 30.035 35 ملي متر أما بالنسبة للهول فهو كالاتي هذا بالنسبة للهول ومقاس الهول يكون ما بين المانيميمم بالماكسيمم سيز الذي هو 30.021 فالتوضيح فقط هنا الأlectس 7 الملulo الأج هم من خلال الجدول تقليل يعافي على الأنون طريقة كتابة التوليرانس الطريقة الاولى هي كالاتي انه بنكتب على الشافت مثلا الأبرف ديبييشن واللاور ديبييشن مباشرة وايضا على الهول على الشافت عفوا وعلى الهول على الهول الطريقة الثانية هو ان يتم استعمال ما يسمى باليوني لاترال سيستم اليوني لاترال سيستم تكتب التوليرانس من جهة واحدة وانه يسمى باليوني لاترال سيستم تكتب التوليرانس بطريقة الأبركيز على الهول واللاور كيز على الشافت وماذا تعني هذه زي ما شفنا انه الهول تعني انه الهول و الهول بمعنى انه الهول بمعنى السابقille تكتب التوليرانس من الهول و الهول بمعنى إلقائنا الهول على الشافت و هو الهول لما يسمى الهول من الهول ماذا تعني؟ تعني على طول Part 1 اللي هي الهول Plus 0.021 minus 0 هذا ال-IT تباحة أما بالنسبة للشافت اللي هي P6 P6 تعني Plus 0.035 plus 0.022 شكرا